المعارضة المسلحة في سوريا تقول إنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية بمحافظة إدلب شمال البلاد أثناء إقلاعها من قاعدة أبو الظهور الجوية الإعلان يعد الثاني من نوعه خلال الأيام الماضية التي تؤكد فيه المعارضة إسقاط إحدى مقاتلات النظام ضرورة وقف نزيف الدماء في سوريا كانت محور اهتمام الخطاب الأول للرئيس المصري محمد مرسي أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية حيث دعى مرسي إلى التحرك لإيجاد حل سريع لوقف النزاع في سوريا مؤكدا في الوقت ذاتي أن النظام الأسد لن يدوم طويلا وفيما تروح الجهود العربية والدولية مكانها أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 19 شخصا بينهم 7 أطفال في قصف جديد على أحياء تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب وذلك بعد يوم واحد من سقوط 116 شخصا في اشتباكات بين الجيش ومقاتل المعارضة في مختلف أنحاء البلاد